اشتركوا في القناة من الاعلان الدستوري الاهرام الصفحة الاولى الرئاسة تضع الى حوار وطني لاعداد وثيقة تحقق اهداف الثورة الاخبار الصفحة الثالثة الرئيس يبحث تأمين الاستفتاء والقضاء جاهزون المصر اليوم الصفحة الاولى نادي القضاء 3902 قاضيا سيقاطعون الاستفتاء مقابل 226 سيشاركون الوطن الصفحة الثالثة الشاطر والسلفيون يبحثون حجد للتصويت بنعم على الدستور الوطن الصفحة الثالثة أسر شهداء ومصابي الثورة قرارات مرسي بزيادة معاشتنا زائفة نبدأ بأول خبر وهو يتكلم عن اللي حصل مبارح الجماهير تحاصر قصر الرئيس مئات الالاف زحفوا الى قصر الاتحادية وشوفنا مظاهرات كتير مبارح وناس خرجين من كل مكان وقدم سبيرو للاتحادية وفي التحرير الدنيا مبارح كانت في حالة اشتعال في حالة في حالة قلق موجودة لكن في النهاية أنا عايز أأكد على مجموعة من الثوابط الشيء الأول وهو مش خافي على حد هو فكرة أن هناك انقسام حد جدا في الوطن في الوقت الحالي الحقيقة في أراء مؤيدة لقرارات الرئيس مرسيا الأخيرة اللي هي الإعلان الدستوري وما يتعلق بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هناك معارضين لهذا الإعلان الدستوري الإعلان الدستوري في نفسه هناك مواد محل اتفاق من الجميع تقريبا وهناك مواد محل خلاف شديد جدا خاصة المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس وتعطيل عمل السلطة القضائية الثابت الثاني اللي لازم كنا نتفق عليه أن هذا الوطن وطن للجميع وليس وطن لفصيل سياسي أو لطيار سياسي معين ولكن هناك متسع لنا جميعا الثابت الثالث أنه في عالم السياسة يجد دائما البحث عن فكرة الأرضية المشتركة أو نقاط التلاقي والاتفاق علشان يكون فيه نهضة حقيقية وتحقيق حقيقي لأهداف الثورة التي نتناقش فيها طول الوقت والأعتقد أن يبعدنا عن الأهداف الأساسية التي نزلنا علشانها في 25 يناير شايفين كمان حالة من حالات الحجد والحجد المضاد شايفين ربما حالة من حالات الصمت من جانب الرئاسة في بعض الأمور شايفين تصعيد من جانب المعارضة يعني كنا بنتحدث عن مليونية الإنذار ثم الإنذار الأخير ثم الثورة شعبه أن يحميها يعني الحقيقة فيه في تطور مستهار متصعدة جدا بالنسبة للمعارضة في كل الأحوال أنا بسأل سؤال مهم جدا أين المواطن المصري العادي من كل ما يحدث ربما هناك نخب سياسية تتحدث عن الإعلان الدستوري تتحدث عن الدستور ولكن المواطن المصري بعيد كل البعد فيما أتصور عن كل ذلك لأنه مشغول بشيئين مهمين جدا ألا وهو لقمة العيش والإحساس بالأمن لكن إحنا دورنا كسياسيين ودورنا كعلميين كمان أن نحن نحافظ على استقرار هذا الوطن خلونا نتفق على شيء أنه كان يفترض من البداية خالص من يوم 30 يونيو عندما تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية أن يقوم بعمل مبادرة للم الشمل فورا ونحن نشوف كل التائرات السياسية الموجودة وإزاي نقدر نمر بمصر في هذه المرحلة الانتقالية شديدة الحساسية والخطورة الأمر الثاني هو إحداث توافق حقيقي جدا على الدستور يعني ليس كما حدث شفنا حل الجمعية الدستورية الأولى وجمعية الثانية على رغم من تحصينها لكن هناك انتقادات كثيرة جدا لطريقة إدارة الحوار والنقاش داخل الجمعية لسيطرت بعض الفصائل السياسية على منقشات الجمعية في النهاية خالص انسحب ممثلي الطيارات المدنية والكنيسة والكنائس المصرية الثلاثة من الجمعية التأسيسية فأصبح هناك دستور يعبر عن وجهة نظر وقصائل معينة ومش عن كل أسياس الشعب الملاحظ أيضا في أداء الرئاسة في خلال الفترة الماضية عندما تسوق الأمور يتم عمل مبادرات للم الشمل ولقاءات شفنا لقاءات مثلا مع حمدين صباحي مع الدكتور محمد البرادعي مع السيد عمر موسى مع الدكتور عبد المنم والفتوح وذلك لحل أزمة الجمعية التأسيسية ولكن ما الذي خرجنا به من هذه اللقاءات يبدو أننا لم نخرج بشيء وإلا دليل نسمع أن كانت نزلت الشارع بالضبط وإلا لما وجدنا حتى الإعلان الدستوري اللي أثار هذه العصفة الشديدة جدا وعمل حالة الانقسام الحد في المجتمع الإعلان الدستوري زي ما انتفقنا هناك مؤيدين وهناك رافضين ولكن المسألة أرجو ألا نتصور أن المسألة هي مسألة حجد أمام حجد ولكن هي مبادئ ثابتة لا يجب أن تتغير أمام مبادئ ثابتة لا يجب أن تتغير وبالتالي يجب أن نتوقف فورا عن حملة التخوين والاتهامات المتبادلة بين الطرفين أرجو من المعارضة أن تتوقف عن اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للتكويش والسيطرة على مفاصل الدولة وأرجو من جماعة الإخوان المسلمين التوقف عن اتهام المعارضين لها بالعمالة وبالخيانة وبالتخابر والسعي اللي قال بنظام الحكم لأن هذه الاتهامات المتبادلة من الطرفين بتثير الشارع المصري وتثير الشارع وتثير الأنصار وكنا نسمعها أيام العهد السابق وتعسمنا ساعتها فلول وصور ولا يجب أن نتكلم تاني على هذه التصريحات ونحن عايشين في ثورة الجانب الآخر المهم الحقيقة طيب إحنا دلوقتي أمام مشهد أصبح غاية في التعقيد كيف يمكن أن نخرج من هذا المشهد إحنا ده مرتبط بالخبر التاني ممكن نخش فيه على طولها فكر التعهد رئاسي بتعطيل المادتين 2 و 6 من الإعلان الدستوري المادة 2 هي المادة الخاصة بتحسين قرارات الرئيس المادة 6 هي الخاصة باتخاذ بعض القرارات والإجراءات الاستثنائية التي من شأنها حماية الثورة والنقطتين دول كانوا محل خلاف كبير جدا فيما يتعلق بالإعلان الدستوري ولكن هل نحن الآن هل نحن الآن نتحدث عن ضرورة إلغاء بعض المواد من الإعلان الدستوري ولا يجب أن نتحدث عن إلغاء الإعلان الدستوري ولا الأمر أصبح يفوق ذلك وأصبح الطموحات المعارضين في الشارع تتحدث عن عدم الاستثناء أصلا على الدستور بل أن هناك مطالبات تخطط هذا السقف في كل الأحوال نرجو أن يكون هناك استقرار التعهد الرئاسي هذا كلام على لسان المستشار حسام الغرياني في لقاء مع بعض أعضاء والعملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرأسه وتحدث عن أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر بيانا أدان فيه بعض المواد في الإعلان الدستوري وأن الرئيس دكتور محمد مرسي تعهد بأنه قد يلغي هاتين المادتين اتنين وستة لكن حتى لو ألغينا المادتين هل هذه هي طموحات الشارع الآن أعتقد أن الطموحات صقفها أعلى بكثير من فكرة إلغاء مادتين أو حتى إلغاء الإعلان الدستوري نفسه كل ما أرجوه ألا ننجرف إلى يعني معجهات واشتباكات دمية المسألة زي ما قلت مش مسألة حجد وصد حجد ولكن يجب أن نجلس فورا على طاولة المفاوضات أعلم جيدا أن المعارضة ترفض المفاوضات قبل إلغاء الإعلان الدستوري لكن الحوار أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي والتراجع أيضا أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي حقنا لدماء المسلمين لا ولازم يبقى عندنا برضو ثقافة جديدة أن احنا أي اختلاف مع الرئيس أن احنا نتفاوض الأول ونتكلم معه مش أي خلاف نقوله مقرحل من الأول هو يبدو أن يعني لازم كلنا ننتبه لحاجة أن احنا عايشين على أرض وطن شهد ثورة وبالتالي ثقف الطموحات لدى المواطنين بعد سنوات طويلة جدا من الكابت أصبح يعني لا سقف تقريبا للمطالبات وهو ما يستدعي حكمة شديدة جدا في التعامل مع هذه الأمور وسرعة في رد الفعل كنا بنعيب على نظام مبارك التأخر في رد الفعل يجب أن يتأخر النظام الجديد الحاكم الآن الأمر الثاني المهم جدا الحقيقة وهو ده اللي بيخوفني التصريحات اللي بتطلع زي ما قلت تصريحات الخيانة والعمالة والكلام ده ما ينفعش لازم ننقفه النقطة الثانية اللي مرتبطة بالخبر التالي اللي معنا وهو الرئاسة تدوى للحوار وطني لأعداد وثيقة تحاقد أهداف الثورة ده كلام على لسان المستشار محمود ميكي نائب رئيس الجمهورية في حوار لجريدة الأهرام أعتقد أن هذا الحوار ضروري جدا في الوقت الحالي ولكن يجب أن نتفق يجب أن يكون هناك مؤتمر للتوافق الوطني يجب أن يكون هناك نقاط محددة جدا نتفق عليها يجب أن نتفق على دلوقتي المؤيدين للرئيس مرسي بيتحدثوا عن فكرة أننا يا جماعة خلاص دهما لسه عشر تيام على الاستفتاء وبالتالي سوف يلغى الإعلان الدستوري بمجرد الاستفتاء على الدستور ولكن القوى السياسية تتحدث عن أن هذا الدستور أصلا دستور معيب ولا يجب أن يتم الاستفتاء عليه لأنه لا يعبر عن كافة المصريين فيجب أن نقوم فورا في خلال هذه المدة ربما بتعطيل الاستفتاء على الدستور قريلا لحين إجراء بعض التعديلات عليه ربما إعادة تشكيل الجماعية التأسيسية أعتقد أن هناك كم غير طبيعي جدا من المبادرات الموجودة في الشارع ولكن الأساس هو لم الشمل المسألة يا جماعة مصر ليست مصر الإخوان وليست مصر السلفيين وليست مصر الإيرانيين وليست مصر لنا جميعا ويجب أن نعترف بذلك ويجب أن نجلس فورا على مئدة المفاوضات ويجب أن يكون الرئيس هو أول من يرعى ذلك باعتباره كبير العائلة المصرية الأمر الثاني الحقيقة هو ممارسات جماعة الإخوان المسلمين والتصريحات التي تخرج عن بعض قيادتها والتي ربما بتستفز القوى السياسية وتستفز الشارع على مصر يجب أن تتوقف يجب أن يكون هناك فصل واضح جدا بين مؤسسة الرئاسة وبين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة النطق باسمها حتى لا يكون هناك شبهة تدخل في أعمال الرئيس أو أن الرئيس يصدر القرارات التي تتوافق فقط مع هوا هو هناك من يستئل الرئيس محمد مرسي بالعديد من التصريحات الإساءة يجب أن تتوقف تماما من الجميع الأمر الثاني فكرة بقى طيب ما نحن النهاردة فيه ناس بتحاصر المحكمة الدستورية وبالتالي لما الناس الإسلاميين مثلا ذهبوا لحصار المحكمة الدستورية وتعطيل القضاء من القيام بعملهم قالوا يعد ذلك إرهابا للدولة لأن مبارح البعض قال أن حصار القصر الرئاسي هو إرهاب للدولة بعض الإسلاميين يتحدثون أنه لا فيه فرق كبير جدا من الحالتين المحكمة الدستورية عينها الرئيس السابق حسني مبارك إنما الرئيس مرسي منتخب من الشعب المصري الرئيس مرسي منتخب من ما يزيد قليلا عن 50% من الشعب المصري إذن هناك منهم أقل بقليل من 50% من الشعب المصري يجب أن يثبت الرئيس فورا أنه رئيس لكل المصريين ربما ما زاد الموقف سخونة هو خروج الرئيس إلى مناصره أمام قصر الاتحادية والتحدث إليهم كان الأقدر به وهذا بشهادة جميع الخبراء السياسين حتى من الإسلاميين أنفسهم بأن يتحدث عن طريق التلفزيون المصري إلى نموع الشعب المصري في كل الأحوال ما زالت الفرصة قائمة لاحتواء المواقف الملتهبة جدا في الشارع المصري الإعلام أيضا عليه دور كبير جدا في احتواء هذه الأزمات يجب أن نسعى إلى التقريب بين مجهات النظر لا زيادة الإشعال المواقف ووضع البنزين على أن يران المشتعل أصلا في الشارع المصري الخبر الرابع معنا تقريبا أننا برضو تكلمنا عنه رئيس يبحث تأمين الاستفتاء والقضاء جاهزون وبرضو مرتبط بالخبر الذي بعده أن نجل القضاء بيكون فيه 3932 قاضيا سيقاطعون الاستفتاء مقابل 226 سيشاركون على رغم من التهاب الأحداث إلا أن الرئيس دكتور محمد مرسي أمس كان في لقاء مع مجموعة من السادة الوزراء وزراء العدل والشؤون النيابية والقرنية والداخلية والدفاع ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وكان هناك بحث لمدى استعداد الجهاز الإداري للدولة لإتمام عملية الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر الجاري بعض المؤشرات بتقول أن القضاء جاهزين للإشراف على الاستفتاء ولكن يبدو أن هناك عراء أخرى مجلس القضاء الأعلى عندما تحدث عن فكرة أنه يوافق على انتداب القضاء وأعضاء النيابات للإشراف على الانتخابات على الاستفتاء هذا إجراء روتيني ولا يعني أن جميع القضاء سوف يشاركون شايفين نادي القضاء عمل استطلاع مستشار أحمد الزند قدر بالتصريح أن مش كل القضاء بمجبع عينة عشوائية تم الاستفتاء عليها فوجد أن 3902 قاضي في هذه العينة يقاطعون الاستفتاء مقابل 226 سيشاركون حتى إذا فيه كلام خلال الفترة حتى إذا القضاء رفضوا تماما بالإجماع الإشراف على الاستفتاء أعتقد أنه سوف تكون هناك بداء الأخرى بالاستعانة ربما بموظفين من الجهاز الإيجاري يعني ربما يكون هذا هو الاتجاه لكن إن بارح كان فيه شيء مهم جدا ربما لم نتحدث عنه كثيرا هو زيارة أو استقبال الرئيس مرسي للدكتور أحمد زويل هذا العالم المصري الجليل وبحث معه سبل الخروج من الأزمة السياسية الرهنة هذا أثار تحفظات بعض القوى السياسية خاصة وأن الدكتور أحمد زويل ونحن لا نشكك أبدا في وطنياته ولكن هذا الرجل العظيم والقامة العلمية الكبيرة هو مبعوث شخصي للرئيس الأمريكي باراك أوباما وممثل شخصي ومستشار للرئيس الأمريكي أوباما وبالتالي أثار بعض علامات الاستفهام لماذا هذه الزيارة في هذا التوقيت وهل هناك رسالة ما تم توجيهها من الإدارة الأمريكية إلى الرئيس مرسي كل هذا لم يتم التعامل معه أعتقد بشفافية كافية ما تم الإعلان عنه أنه كان لقاء لبحث الأزمة السياسية الرهنة وكيفية الخروج منها في كل الأحوال القرار المصري يجب أن يكون نابع من المصلحة الوطنية العامة ليست مصلحة الطيار السياسي وليست مصلحة خارجية مهما كان حجم الضغوط في النهاية خالص لو هناك شفافية ولو هناك ما يحقق ويلبي طموح الجماهير المصرية سوف تخرج جميع الجماهير دون حجد ودون حجد من المحافظات في الأوتوبيسات ودعم في اتجاه معين مسألة الحشود والحشود المضادة أعتقد يجب أيضا إعادة النظر فيها مرة أخرى أن الأمور لا تحتمل في البلاد حالة الانقسام التي نعيشها في الوقت الحالي ولماذا أقول الرئيس هو من يجب أن يتدخل لأنه هو الذي لديه جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو رأس هذا البلد وأنه هو الوحيد الذي كلمته لما يقولها الشعب كله سيرتاح بالضبط وأدم حضرتك للقوى السياسية القوى السياسية ترفض تماما الجلوس مع الرئيس قبل إلغاء الإعلام الدستوري وإعادة تشكيل الجماعية السياسة للدستور ولكن أعتقد أن هناك مبادرات كثيرة جدا تستطيع أن تخرج بنا من هذه الأزمة وأعتقد أنه لو هناك طرح يلقى قبول أو الحد الأدنى من القبول بين جميع القوى السياسية أعتقد أن القوى السياسية المعارضة سوف تحكم العقل وسوف تحكم المسئولية الوطنية في هذه اللحظة الفصيلة جدا في تاريخ مصر وسوف نجلس جميعا على طولة المفاوضات لبحث سبل الخروج بمصر بأمان من هذه المرحلة تماما ناخد سيدس خبر معنا من الوطن الصفحة الثالثة الشاطر والسلفيون يبحثون حاجة للتصويت بنعم على الدستور أنا لا أستغرب كثيرا من هذا الخبر أكيد سوف يكون هناك أنا أبتدي أشوفه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى فيسبوك وعلى تويتر وبعض الحركات وبعض التجمعات الخاصة بالتاريخ السلفي بالمرشح الرئيسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل وبعض الشباب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وحاجد هائل جدا في اتجاه نعم للدستور نحن نعيش أجواء استفتاء مارس الإعلان اللي حصل وشوفنا إزاي القوى الإسلامية كانت بتحشد بنعم ومن يقول نعم فهو في الجنة ومن يقول لا فهو في النار وحنا عندنا أزمة كبيرة جدا البعض بيراهن على أن المواطن المصري غير واعي ولكن المواطن المصري واعي ويعلم جيدا ما له وما عليه المشكلة الرئيسية اللي بتواجهنا كل مرة هو النسبة كبيرة جدا من الأمية والفقر الناس بتخاف من هي أن هي تدخل النار ففي ناس اللي هي ما عندهاش وعي ديها دي مشكلة والمشكلة التانية هي فكرة أن في بعض الناس طبعا تحت غطاء الفقر وكده بيتم استغلالهم بشكل أو بآخر ربما نحتاج في مصر إلى إعادة النظر في سيستم أو في نظام الاستفتاءات والانتخابات من هو الذي يفترض به أن يذهب لكي يدلي بصوته في الانتخابات فلا يمكن في مجتمع يعني فيه نسبة كبيرة جدا من الفقر تتعدى 50% ونسبة كبيرة جدا من الأمية تصل إلى 40% كلنا بنشوف بيبقوا داخلين عارفين هم هيعملوا إيه من غير بيعلم على الشكل مثلا أو حاجة أو بيقول لحد علم لانت تعرفه يعني دي الحقيقة بتكون شيء محزن جدا فالقدر بيسيطر على مصرنا كلنا في مصر 2012 ونسبة عامل هذه الموضوع مقنن شوية لكن الحجد بيتم فيه التصويت بنعم وهناك حشود أخرى أعتقد سوف تحشد بلا وهناك حشود ثالثة سوف تحشد بمقاطعة لهذا الاستفتاء الكنائس المصرية قالت أنها لن تحشد بلا أو بنعم في الاستفتاء وأن المواطن المصري المسيحي يستطيع أن يدلي بصوته كيفما أراد سواء بنعم أو بلا على الاستفتاء في كل الأحوال قبل الاستفتاء على الدستور لدينا دور كبير جدا من منظمات المجتمع المدني ومن مرافق الدولة المختلفة ومن الإعلام بأن يقوموا بتعريف الناس بالدستور وما فيه ونفتح حوار مجتمعي اللغيابة عن الجامعية التأسيسية للدستور أن نعمل حوار مجتمعي على كل المواد الخاصة بالدستور علشان المواطن يذهب وهو لديه قناعة بما سوف يدليه بصوته أستاذ محمد طلعت الهوارس كرتير تحرير جريدس المصر اليوم حضرتك نورتانا النهاردة ومنشكرك على وجودناك معنا شكرا مشاهدينا بكده تخلص فقرة الصحافة بس استنونا لسام كاملين معك بأفكارات نعرك سعيد شكرا اشتركوا في القناة